كتب بهاء الحريري مقالاً في موقع رابين جولف بيزنس انسايد بعنوان على الولايات المتحدة أن تأتي لمساعدة لبنان جاء فيه هناك في لبنان ما يسعون إلى تحقيق تغيير حقيقي ودائم ويأملون أن يبدأ ذلك في انتخابات الخامس عشر من أيار هناك العديد من المرشحين للانتخابات مع أحزاب المعارضة وهناك أيضاً طاقة لدى هؤلاء الذين يسعون إلى بناء لبنان أفضل أضاف الحريري أن النظام الطائفي مثير للقلق لكن أبرز المخاوف المهيمنة على لبنان هي إيران ونظمتها الإرهابية العميلة حزب الله تابع في المقال أنه قد ينتهي الأمر بحزب الله وبالتالي إيران ليس فقط قوة لها حق النقد في الحكومة كما هو الحال الآن ولكن قد يؤدي ذلك إلى قيادتهم للحكومة والحقيقة أنه لا يمكن لبنان أن يجري التغييرات اللازمة من دون دعم خارجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر